اشتركوا في القناة جاء ذلك خلال ندوة افتراضية نظمها مركز الملك حمد العالمي للتعايش السلمي عبر الاتصال المرئي حول عملية السلام في منطقة الشرق الأوسط وذلك على هامش أعمال الدورة الخامسة والسبعين لأعمال الجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة والمقامة حاليا في مدينة نيويورك الأمريكية حيث أكد المتحدثون الرئيسيون في الندوة على أن مملكة البحرين بتوقيعها اتفاقة ايد السلام تكون قد مهدت الطريق لإنهاء الصراعات الإقليمية وفتح المجال واسعا أمام الازدهار والتنمية المستدامة والنهضة الاقتصادية لدول وشعوب المنطقة وثمن المتحدثون عاليا الجهود الدؤوبة التي بذلها وما زال يبذلها صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدة في سبيل نشر قيم التسامح والتعايش السلمي واحترام الحريات الدينية بالارتكاز على تاريخ البحرين العريق في هذا المجال وتقبل شعبها الودود والمضياف للآخر المختلف دون النظر إلى أي اعتبارات دينية أو عرقية أو مذهبية وقال رئيس مجلس أمناء مركز الملك حمد العالمي للتعايش السلمي الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة إن انعقاد الندوة الافتراضية يتصادف مع الاحتفال باليوم العالمي للسلام والذي يشهد العالم فيه تحول مملكة البحرين إلى واحة سلام ترحب بالجميع على أرضها من جهته قال مساعد وزير الخارجية الأمريكية الأسبق في شؤون أمريكا اللاتينية وحوض المحيط الهادئ بيرنارد أرنسون أن اتفاقيتين السلام البحرينية والإماراتية ستؤسسان لأرضية خصبة للسلام على مستوى المنطقة والتي ستتيح فرصا تجارية واقتصادية وتكنولوجية وأمنية كثيرة في السياق ذاته قال الدبلوماسي الكندي دييغو أرسوريو إن اتفاقية السلام تعكس مدى مرونة وانفتاح مملكة البحرين على التعددية ورغبتها الجادة في بناء جسور متينة للتواصل وإقامة علاقات جديدة مثمرة مع إسرائيل من جهته قال المؤرخ والدبلوماسي الإسرائيلي شلومو بن عامي أن مركز الملك حمد العالمي للتعايش السلمي وغيره من مؤسسات مشابهة على مستوى المنطقة لديها إمكانيات أكبر لفتح أفاق أرحب من فرص السلام بما يخدم لحوار بناء لديه دلالات سياسية إيجابية بدوره قال الصحفي الإسرائيلي المتخصص في شؤون الشرق الأوسط أيهودي عاري إن مملكة البحرين تعتبر مثالا متحضرا للحوار بين الأديان والحضارات وقبلة التسامح في المنطقة داعيا إلى ضرورة عدم المزج بين الحوار والسياسة في هذه المرحلة من إبرام معاهدات السلام ترجمة نانسي قنقر